حرب ضروس تقودها سلطات الاحتلال للخلاص من بعض المؤسسات الدولية لحرف عين العدالة عن القضية الفلسطينية فهي تعتزم الانسحاب من منظمة اليونيسكو لكونها فندت مزاعمها الدينية في مدينتي الخليل والقدس وعرقلت عمل المنظمة فيهما ذلك أيضا طال مفواضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمنعها من نشر أسماء 150 شركة عالمية تعمل في مستعمرات المحتلة إسرائيل اليوم بدأت تشعر بأن هناك كرة تلج تتحرج بنزع الشرعية الدولية عنها وبالتالي هذا بداية لانغلاق الأفق أمامها في المستوى العلاقات الدولية وبالتالي تأثير اقتصادي كبير وفرض عزلة عليها بأكثر من طريقة وهي تحاول الابقاء على شرعيتها من خلال محاولات الوقف مثل هذه التحديات تصوب سلطات المحتلة مدافعها أيضا نحو وكالة الأونروا من أجل تفكيكها لقتل الشاهد الوحيد على النكبة وإلغاء توريث صفة اللاجئ حيث تعمل بالخفاء مع دول أوروبية لتغيير واقع عملها وتخفيف دورها فاستطاعت مؤخرا تقليص تمويلها وتسعى جاهدة لتغيير مناهجها التعليمية في مدارس المخيمات وفقا لشروطها لتخلص من قضية اللاجئين حتى ينهو قرار حق العود إلى ديارنا ديارنا التي لن نتخلى عنها إذا أنهو وكالة الغوث كارثة لأنها الوكالي كلنا الوكالي هي الشاهد التاريخي على قضيتنا من الأساس حتى الآن الفلسطينيون يعتمدون على دعم هذه المؤسسات لكن المحتلة يتحكم بأموالها والعملين فيها فمنعهم من دخول الأراضي المحتلة واعتقل العديد منهم عشرات المرات كذلك اتهمهم بتحويل الأموال للمقاومة ووسمهم بالتحريض على الإرهاب دولة الاحتلال بعقليتها الشوهاء تدرك أنها تغيب الحقيقة ولا تريد للحق أن يظهر في الأروقة الأممية للإغارة على هذه الديار والعبث بمقدراتها ذلك حتما ما سيقول إلى تجدد الاشتباك السياسي والميداني لقناة الشريق الفضائي أمال مرار من مخيم الجلازون وسط الضفة الغربية